السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدا من شهوات ناني. كنقترح عليكم اليوم هاد القصرية ديال الكسكسو كاتجي هائل جدا ولديدة والمرايقة ديالها كتكون خاطرة وعاقدة وملبيا طعم يعني هائل جدا المميز في هاد القصرية ديالكسكسو رهاب الخضراء وباللحم غنمي عادي ولكن عاملة فيها البصلة صغيرة معسلة كاتجيها الى بزاف هادا والموسم ديالها أساسا قربت الحرج فاستغلوها يعني خضروا بها مرايقات عملوها هكذا في كسكسو سواء حلوة او مالحة ففي جميع الاحوال كاتجيها الى بزاف كنصحكم بشدة انكم تجربوها هنا في البداية غادي ناخد واحدة نجرة الضغط غادي نحط فيها القدر ديال الحم اللي عندي انا عندي الحيمات غنميين طبيعة الحال كتعرفوا الكسكسو كيبغي الحم يكون ميد فغادي ناخدك الحم اللي عندي وغادي نشنف عليه واحد البصلة يعني غادي نقطعها هكذا جوين حاس ودي تعملوا قدر الكافي ديال الملح والعطرية ديال الكسكسورة كلكم كتعرفوها الفلفل اسود والكركم او الخرقوم غادي تعملوا مقدار مع القا صغيرة ديال الاكل ممسوحة وسكينجبير او لا زنجبيل وبالنسبة للفلفل اسود فكتعملوا واحد شوية بزيت كتعرفوه الكسكسو كيبغي البزار هنا غادي نضيف واحد شوية ديال ما باش تدو بليا ديك العطرية وغادي نبدأ نقلي دك اللحم بلا زيت باش يشرب ليا يعني باش يشرب دك القوام والعطرية مزيان يعني مهم هاد المرحلة كنقولها دائما يعني حتى كي تقلي دك اللحم مزيان غير مع العطرية والبصلة او الماء عاد باش كنضيف المواد الدهنية اللي هي الزيت واحد شوية ديال السمن بالنسبة للزيت فعملت تقريبا ربع كاس لحم رهمي الدم غنمي وما زال غادي نعمل في البرماء غادي نعمل الزيت فغادي هنا غادي نبدو نقلي تاني عود ديك القطع ديال اللحم مع ديك المواد الدهنية اللي يضفت بالنسبة للسمن إلا كان مجهد عملوا نصف مع القا كان شوية غادي تعملوا بزايد واحد شوية هنا يا لقيت اللحم يعني تقلى بما في الكفاية مع الزيت فغادي نغطيه بالقدر الكافي ديال الماء ما غاديش نكتر وغادي نسد الطنجرة ديال الطغط وغادي نعملها صفارة هنا يا بالنسبة للبرماء فاخديت واحد البصلة كبيرة او لازوج متوسطين وغادي اتفرموهم مزيان يعني ولا تحكوهم غادي نضيف زيت الزيتون او الا زيت المائدة اللي عجبكم وشوية ديال السمن يعني نصف معلقة بالنسبة لزيت الزيتون فعملت تقريبا تولود كاس كاس ديال الشاي كاس ديال العنبة وبالنسبة للحمص فأنا كترت واحد شوية لان هذا الكسكسو هذا ما كان كتروش فيه الخضاري كاملين فغادي بغادي شوية ديال الحمص وهنا عندي زوج حبة ديال الطماطم تكون ناضجة مزيان ومحكوكا وهنا غادي نبدو نعملو العطرية عندنا الملح نفس العطرية اللي عملنا في اللحم غادي نعملوها هنا غادي نعملوها بزيد شوية لانه غادي نعملو حصاب المارق باش غادي نسقيو غادي تعملو سكينجبير او لزنجبيل والكركم خرقوم هتعملو مع القاتص صغار عامرين والفلفل الاسود كما كنقول حاولوا تكتروا العطرية من الأول يعني ما تبقى وضيفوها شوية من الأول كتعرفوا المرقى غادي تكون كتيرة فعملوها بزيد هنا اضفت واحد شوية ديال ما وغطيت على هذيك الخضار والحمص لك البصلة ومطيشة والحمص وخليتهم كيتقلة واحد شوية هنا غادي ناخد الكوسكوس عندي انايا كوسكوس متوسط عندي تقربا كيلو مئة قرم هاتعملو القدر لي كينسبكو غادي الدفول والملح طريقة رانا عاملها معاكم شحال من مرة وغادي تسقيوه بواحد الكاس ديال الماء هاد الكاس هادك يزد قريبا مئتين ميللتخ يعني كبر من الكاس ديال العنبا غادي نبقى ونسقيو دوك الحبات ديال الكسكسو حنا كنحركوا حتى يعني تغطي كل هالحبات يعني وصلها الماء وحنا كنحركوا هاد العملية باش الحبات كاملين يشربو دك السائل اللي ضفنا صفي غادي نوزع الكسكسو هكدا باش يشرب عاد باش غادي نفكو تاني هنا راي كما لاحطوا بدك يتصلب من شي بلايس يعني راي شرب الماء غادي نبدأ نفك داك الكسكسو بين يديها بزوج غادي مبدأ نفرك حتى كان يولي في حال هكدا عاد باش غادي نضيف الزيت غادي نضيف زيت المائدة او زيت زيتون اللي عجبكم غادي نضيف تقريبا واحد اربعات المعالق كبار ديال الزيت وغادي نحاول نمسح لحبات كاملين يعني نبقى نحرك باش لحبات كاملين يتغلفوا بدك المادة الدهنية هنا غادي ناخد الكسكاس وغادي نعمروا بدك الكوسكوس اللي يرشينا ودهننا بالزيت ما تحاولوش تكدسوه يعني فرقوا هنا يا بالنسبة للبرماء غادي نضيف فيها الماء الكافي يعني باش نحصلوا على واحد المارق فاش غادي تطابلينا الخضر هنا غادي نضيف القدر الكافي ديال الماء اول خضائرة غادي نعملو هي الجزر او لخزو كتعرفوا الجزر هاد الوقت اركي يكون زوين يعني عملو بالقلب دياله هنا غادي نحطيتو في طنجرة وفي البرماء وغادي نحط فوقها الكسكاس بطبيعة الحال كان انا غطيتو فكان غادي في اللوين غادي تلاحظو ان البخار كيطلع كتحسبو له ما بين 25 تل 30 دقيقة هادا كوش جاد فاش كيفور هنا يقلبت على اللحم اه لقيتو طاب يعني بما فيه الكفاية هادا نطفيو عليه وغادي نخليوه جانبا نكملو تحضير يعني باقي المراحل هنا يا الفورا اللولاها هي دازد يعني تقاريبا 25 تل 30 دقيقة وهو كيطلع فيه البخار غادي نفرغو فانفرغ لكسكسوف القصرية وغادي نبردو يعني نفكو هادا باش غادي نبقى نضيف له المادية لرشان هانا هي ضفت هى غادي نضيف تلاتة دها كيسان غادي نضيف تلك الماء وغادي نبقى هنا نضيف تلك الماء وغادي نبقى هنا نضيف تزوج الكيسان وكان بدك ننفكو وكان حركو بشيشرب بعد باش ضفت الكاس الثالث في هذا الفورة التانية يعني كان اعطيه شوية لما بزايد في اللول كان دير ليه شوية وفي الثانية كان كتر ليه ثالثة عود كان عمل اقل من هاد النوبة هادي صفي هنا يا حركتو مزيان وراه شرب داك السائل داك يجب عليهم فوه هاكده باش يشرب عاد باش كنهزو في الكسكاس كيكون برد واحد شوية صفي دبا غادي نعمر في الكسكاس وغادي نحط عود فوق ديك البرامة هنا غادي نضيف واحد الباقة ديال يعني واحد الحزيمة ديال ربطة ديال القصبور والمعدنوس عاد باش غادي نحط لكسكاس وغادي نلاحظ ان البخار كيطلع غادي نحسب ليه ثاني واحد لخمسة وعشرين دقيقة هنا يلفورة تانية ها هي دازت غادي نفرر ها هي داك الكسكسوف القصرية وغادي نفكوه هنا غادي نزيد نرشو بالماء لان نلقيتو محتاج ها هي نضيف هنا يا كاس وغادي نبقاء نخلط لما كتضيفه بالتدريج عاد باش غادي نضيف هنا تقريبا نصف كاس اضفت نصف كاس هنا ها هي غادي نجول الطنجرة غادي نهز منها تقريبا واحد لخمسة احت تلسطة المغارف ديال الماء ديال المارق في انا اخر لو كنت عامل اللفت والكرومب ما كنتش غادي نهز المرقة من هنا من الطنجرة هنا يا هزيت ديال المرقة خليتها جانبا غادي نضيف الخضر اللي غادي تكمل يعني ديال الفورة الأخيرة كتعرفوها هي ذاك النوع ديال القارع اللي عندنا الأحمر والأخضر هنا يا ضفت ذاك الضفت واحد شوية ديال المارق عاد باش ضفت ذاك الخضير ذاك المارق اللي خديت من هذا من البرما وحدته في الطنجرة هنا خديت هنا البصيلة الصغيرة غادي ترى كي يكون حتى ما صغر من هادي غادي تحطوها تنقيوها بطبيعة الحل تخليوها هاك داك صينا وغادي تحطوها في ديك تنجرة غادي نضيف لها شوية ديال زيت تقريبا نزوج مع القبار ديال زيت المائدة ومعالقة كبيرة عمرها مزيان ديال زبدة تكون ممتازة هنا يا عندي الزبيب خساروا الزبيب ليك يعجبكم أنا خسارت هذا هذا حجم كبير وقو حمر وغادي نضيف شوية ديال الماء اللي غادي كفيني باش طيب فيها نضيف شوية ديال القرفة وشوية ديال زنجبيل او لسكينجبير ما تكتروهش شوية اللي غادي لديكم الزعفران شعراء عملوه هنا يا بالنسبة اللقطة ديال ديال السكار فاش ضفتو را ما تصورتش فانا عاود توريتو لكم غادي تعملو تقريبا زوج حتل ثلاثة المعالقة عملت هنا السكار الاسمر تعملو التالس سكار العادي سوف نغطيو عليها ونخليوها كالطيب هنا يا الكسكسو شرب داك المال يرشيتو بي فادبا هادي نعمرو فليكس كاس باش نعملو الفورة الثالثة والاخيرة انتما كتلاحظو عمرك الكسكاس البرما هايا بدت تتغلاء غادي نحط داك الكسكاس وبطبيعة الحال كتكتلاحظو لنا البخار كيطلع عدا تحسبوه تقريبا واحدة لخمسة وعشرين تل ثلاثين دقيقة هنا يا كنلاحظة ان البصلة بدت تطيب يعني فغادي بدا نقلبها ضروري تقلبوها ما تقلبوها ما تقلبوها بجد ويكنا تبقو تهزو وحدة بوحدة و تقلبوها باش تاخد حتا دا كله اللي مذهب من الوجهين بزوج هنايا كمل يعني الفورات كاملين يعني فارليا الكسكسو ففرغتوه في القصرية وهنايا غادي نبدأ نسقي غادي ناخد داك اللحم غادي ناخد الماراق اللي فيه وغادي نضيفو على البرما باش يزيدني فيها البنة عاد باش غادي نبدأ نكمل تقديم غادي نحط داك اللحم اللي عندي حق هاد العمل يا فاش كان فرق اللحم على البرما كي يجيني حتى الحطان سهل وتلحم كي طابلينها ضغية هنا ياخد داك الماراق عود من البرما وكنا نضيفو فيه في الكوكوت باش نزيدو باش نزيدو الماراق كامل باش غادي نسقي طبعا الحالة العملية ترها واضحة بالنسبة لكم را كل ربات البيوت كي يعملوها هادي نبدأ داك نحط التقديم على كل مغربية كتعرف كيفاش نبدأ نحط الخضر هكذا يعني كنحاولو ننسقه واحد شوية خصوصا اننا ما عندناش الحضرة بزاف نبدأ نحط هنا داك القرعة الخضراء وداك الحمرة والحمص راكي ما لحطوا الحمص راكترناه عاد غادي تجيو من الفوق هكذا راكتشتو الحمبين هتبقوا تحطوا فوق داك البصلة اللي عسلنا بغتوا تحطوها حتى من الجناب راكت جيم زيانا هنان كان فضل نحطها من الفوق صافي وكان بقى نهز داك الزبيب وحتى شوية داك السائل اللي خلات داك البصلة كان بقى كنفرغوا من الفوق صدقوني كيجي هائل بزاف والمريقة كتجي عاقدة وبنينا وكان نصحكم تجربوه محد يعني باقي الموسم ديال هاد البصلة الصغيرة يعني بديل جميل وسهل على التفاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة